أعود الترانيم قبل أعياد الميلاد تبحث عن مكانها في كنيسة السيدة العذراء للسيريان الأرثودوكس في دير الزور السورية تلك التي طالها دمار الحرب والأزمة وهجر ساكنوها منها صيف 2012 يحسبها مخربوها خلت على عرشها لكنها ظلت عامرة وإن غاب عنها المصلون الحراس واقفون على أبواب الكنائس يحرسونها من الشرير ليلا ونهارا فهؤلاء الأشرار إذا ظنوا بأنهم قد دمروا كنيسة ففي داخل كل إنسان مسيحي في داخل كل إنسان مؤمن الكنيسة عامرة مبتهلة ترانيم هذا العيد فرحة للأوجه بعودة روحانيات الصلاة إلى جدران الكنيسة باحتضان الأدعية لأعمدتها وتسامي التسبيح تناشد السماء أمنا وسلاما إرادتنا أكبر من إرادة الارهاب وبدنا نرجع عن قيمة الصلاوات والأفراح وكل إن شاء الله بهمة الموجودين خمس كنائس في المدينة كانت معابد لأزيد من 300 عائلة من مختلف الطوائف المسيحية لجأت إليها خلال الأزمة بعد سيطرة جماعات الجيش الحر وجبهة النصرة على الأحياء الشرقية لدير الزور قبل خمس سنوات خلت وطالت تخريب أيضا مساجد المدينة ونضع الجميع للعودة والبناء بهمة الموجودين بلد دير الزور بحاجة إلى أهاليها بحاجة إلى شعبها كذلك هي كل سوريا وفود بدأت رحلة الرجوع والعودة إلى أن تتحلى بكامل زينتها بعد إعادة الإعمار لن يحتاج أهلها حينها دعوة لدخول أراضيها من جديد ترجمة نانسي قنقر